اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما بين فيديو ما بين حسب الموضوع والفكرة العمل اللي بأشترك عليه شو الوسيط اللي أنا بديها أكتر التجارب أو أكتر الوسائط اللي أنا بحبها دايماً هو الرسم يعني أو الشغل مع اللوحات والألوان والفراشة لأنه هي أول تجربة أو أول إشي أنا مارسته بالوسائط الفنية هي الرسم هو جزء من دراستي بالجامعة بالسلوات الخمسة أو الستة الأخيرة زاد وعي أغلب الفن اللي نوجد بغزة نتيجة الحصار وأنا جزء منهم باستخدام الوسائط المتعددة في إنتاج الأعمال الفنية بس بيضل الواحد إنقله حنين بيضله بسيطر على إنه ينتج أعمال بوسيطة الرسم أو البنتي عندي كتير من التجارب الفنية خلال تجوالي في الوطن العربي أو في أوروبا والعالم تجربة الأخيرة هي مجموعة أعمال عن موضوع الإكتزاز بأعمل زي رابط أو كونيكشن ما بين الإكتزاز الموجود داخل مدينتي مدينة غزة وداخل المدن الآن أزورتها خلال فترة المشروع بأربط بين الإكتزاز بالمباني والسكان وبين الحروف العربية بشتغل الآن على كيف بعمل دمج ما بين الحروف العربية بلوحتي وما بين البيوت أو المباني للمدن اللي أنا بحس إنه هاي مدينة فيها إكتزاز هاي التجربة هي آخر تجربة من شغلي ساعدتني على قراءة أفكار مختلفة مشاهدة العالم بشكل مختلف في آخر مرة لإلي كانت كنت قبل 3 أو 4 شهور في باريس برغم إنها مدينة كتير كبيرة بس كانت فيها حالة من الإكتزاز اللي أنا كنت أبحث عنها في تلك المدينة بحاول أربط ما بين الإكتزاز الموجود داخل غزة اللي هي أكتر كسافة سكانية في أقل مساحة على وجه الأرض فبالتالي بتحسش إنه في قدامك مساحة من الفرار ودائماً حس حالك عايش في نوع من الإكتزاز مش بس كمان البيوت كمان الناس كمان في وقت البعض في بعض المرات الأفكار والأراء بتحس إنه دائماً فيه أشياء بدك تعملها بشكل سريع وفيه حالة من الإكتزاز اللي يمكن بدها سنوات عشان نطلع منها بدنا مساحات كتيرة عشان نطلع منها فبحاول أطلع منهم بلوحاتي أعمالي اللي أنا مشارك فيها بالموقع هي بداية جزء منها بداية المشروع هذا كيف تبلش معي من سنتين وانا بشترك فيه وفيه جزء موجود عن مشروع اسمه موقع اشتغلته من أربعة وخمس سنوات وجزء عن حد الغسيل أو تفصيله عن المخيم الفلسطيني للاجئين بتمنى هذه الأعمال الموجودة تعجبكم وبعتقد إنه الحوش هو فرصة للتواصل ما بين الناس وتعريف المجتمع بالعالم كله وبالعالم العربي على الفنانين الفلسطينيين والفنانين العرب بشكل عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة